يعني المختصر المفيد السؤال اللي كل الناس بتدور على إجابته مستني إيه جديد من الأهلي في الموسم اللي بيبدأ وخصوصاً إنه البداية إلى حد ما من وجهة نظري طبعاً المتوضع جداً إن البداية صعبة لكن كل المقدمات بتقول إن إحنا عندنا حاجة جديدة إيه هي تترجم إزاي نشوفها إزاي في كورة الأهلي وفي أداءه وفي نتائجه وفي أرقامه وفي بطولاته اللي هيجيبك اللي هيجاوب على كل الأسئلة دي هو الخفة والشياكة والرشاقة الهات وخد التيكي تاكا نجم الندي الأهلي طبعاً كابتن شريف عبد المنا اللي بيشرفنا النهاردة في السادسة مساء خير يا كابتن شريف مساء خير يا محمد أفضل لازم على الهوى أبدي أعجابي أنا ما تقوليش إنه مش نيولوك أنا شايفه نيولوك أنا شايف نيولوك يعني عالمي أنت طول عمرك عالمي نيولوك من الولاد جوه نور دانو 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 دا الأمر دايما حبيب يا كابتن شريف في جديد السنة دي يا كابتن شريف في وعود لا يعني خليها يتفق على الحاجة لأول مرة من الأهلي في التلات مواسم الأخيرة حتى في الموسم اللي الناس بتقول عليه ما نجحناش أنت واصل لنهائي دوري أبطال كنت بتنفس لغاية آخر لحظة في ظروف كتير خارجة عن إرادتك منها أنت كنت سبب فيها كجهاز فني كما فيش روتيشن كإصابات وفي منها ظروف أكيد خارجة عن إرادتك منها تحكيم منها اتحادات مصري والتحادات أفريقي والتحاد دولي وكل حاجة لكن حتى في ظل دا انت كنت بتلعب في ظل ظروف صعبة جدا السنة دي أول مرة عندك بداية منطقة بداية طبيعية يعني خدت بريك لعيبتك خدت بريك هو من هنا بقى من هنا بقى ما هو عشان كده نبقى المقدمات دي مفترض نهاية تؤدي إلى نتائج مختلفة فيه جهاز فني جديد رجل كولر أخبار كولر معك إيه شخصية جديدة شخصية بتتعامل مع اللعيبة بشكل نفسي جيد جدا مع هاتبك دي يعني واللعيبة حسب كده بسألها حرجع لكلمة دي أنت قلت أول مرة نشتغل طبيعي بقى بعد من ثلاث سنين نشتغل طبيعي كنا مستشفى الحقيقة اللعيبة كانت محتاجة راحة كبيرة قوي خدتها وإن شاء الله يرجعوا متعافين كلهم ما فيش أي حاجة اللعيبة اللي معاك دي تديك ثلاث سنين ما يخش على اليوم العيب أنا بكلمة جد لو حاليتم الطبيعية سلام ما فهمش أي حاجة بشكل التغيير الفني اللي حصل بسيكولوجيا جديدة بساعات إحنا وانا بنلعب بنبقى محتاجين تغيير تغيير نفسية تغيير ملعب تغيير بيحصل حالة تشبع يعني بنيجلنا حالة زهق بس لما بنخش على حاجة جديدة بتدينا الدافع تديني دوافع كتير قوي إن أنا أرجع وأتمرن تاني كويس وأخش في الفورمور بتاعتي والشكل بتاعي الطبيعي وأعدي أكني بلعب لسه ناشي عندي 19 سنة أو 18 سنة بيرجعني كل ده بيرجعني تاني لجديد جديد من غير إصابات إن شاء الله جديد جاد جدا الوعود اللي أنا كنتم أكلمك عنها هذه اللي هي جماهرية إن كنتم هتشوفونا أحسن بكتير قوي من الفترة اللي انتم شفتونا فيها للظروف اللي إحنا عمرنا بها وده الطبيعي الحقيقة ضغوط وملفات وكل حاجة حتى بدايتك في أفريقيا بداية قوي جدا فمازلت أنت تحت المطالب الجماهرية أنا عندي تخوفين منهم واحد ده أفنم؟ عندي تخوفين يعني فيه نقطتين مخوفيني شوي مش مش مخوفيني بلاش مخوفيني قلقيني شوي نطيش عاية خوفة يعني أنا أنا لأ من ناحية جمهور الأهلي متطمن فيه تمئنان كبير جدا وفيه تفاقل كبير جدا فاضل بس ضربة المعلق يعني فاضل الصفقة الجديدة دي الصفقة كمان يعني أنا مش عايف طبعا أهل مكة قادرة بشعبها هل هتتم قبل الموسم هل الأفضل نستنى للمريكات الشتوي ولا لا أنت يروعيك في قصة الصفقة الخامسة أو المحترف الأجنبي الخامس هو فيه كذا حاجة احنا كعادتنا بنشوف جوء الملعب بنشوف بنكلم والدنيا عندنا وبنقدم الحكاية كلها وبنقدم الناس اللي موجودين كلهم وما زال عندنا الحمد لله أنا كنت دايما نقول أنا عايز نين سترايكر واثنين وراء يقام منه وباكرايت معنا مع الاثنين الجامدين اللي عندنا وكل بليميكر جنب أفشا أو ما احنا الأهلي فعايزين البروفورمس والسكواد بتاعنا يبقى أعلى بكتير أو من أي حد تاني صحيح وده الطبيعي بتاعنا طول الحياة يعني وده الطبيعي بتاع الدولات بتاعنا طيب هاجيلك في المريكات وبس هاجي نقطتين اللي يمكن شوية قال إني أولا أنه فترة الإعداد برضو بالنسبة للراجل برضو أنا بقى حاول أحط نفسي مكان الموديل الفني برضو مش كاملة قوي يعني يعني في تعارف في قرية إمكانيات في نحن نقرب المسافات الأيس بريكينج ده في أي علاقة في الدنيا مهمة جدا أنك تكسر الحواجز تقرب من اللعيبة تطلع الكويس اللي فيهم تعرف إيه النقص عندهم تشتغل عليه والبداية دي حقيقة حصلت حتى فكرة القياسات البدنية والكشف الطبي والكلام ده أو مرة بتاعلي بتاعي وفي حاجة يا أحمد الأنون الجاهل بالمعرفة أي أنا ما عرفكش أنا بشوفك قدامي جديد دلوقتي مولود جديد بالنسبة لي كجهاز فني وبالنسبة لي كلعبين تعارف جديد أنسى كل حاجة حصلت في المشاكل حصلت لفرصة لعيبة فرصة لعيبة وفرصة مدير فني أنه بيكتشف في الولاد اللي ممكن من غيره ما كانش اكتشف ما كانش شايف لأن غيره لما جاء ما كانش حد قادر يوقف ولا حد قادر يدي ممكن نستعين ولا في فترة حتى المدير الفني يشتغل فيها لا في أي شانس وأنت بقيت بتقسر نقاط بتساعد الآخر أنت اللي ديت للآخر مش الآخر اللي كان بسهو يمكن من سوق حظه شوية أنه بدايته أو معسكر عداده أو تولي المسؤولات جاي في تفس توقيت الأجندة الدولية فاتحرم برضو من عدد كبير من اللعيبة العيبة كتير موجودة مع منتخب مصر الأول لعيبة موجودة مع تونس مع مالي العيبة موجودة مع منتخب مصر الأولمبي لماذا أنا وأنت ما نقولش أنه بنسباله بلاس يعني إيجابي أننا نتفرج عليهم دوليين دول هتفرج عليهم بإيه بلاس يعني دول الكلاس بتاعي دول مستوى الأول بتاعي اللي هم بيمثلوا نادية وبلدهم دولي فدول أنت هتتفرج عليهم دول خلاص ستة سبعة تمانية دول عندك الحكاية سهلة علي حكاية خلاص لا بس كلمة على ناحية الشغل أنا عايز أشتغل مع التيم هذا تيم عايز اللعبة تخش معي تبتدي تفهم أنا عايز أعمل إيه تتمرم معي تعرف فكري تعرف تحفظ معي جمل تحفظ معي تاكتك هو تخرم من ده وده يوديني الأقطة التانية وخصوصا وده اللي يمكن شوية بقى أقلقني عليه هو شخصيا أكتر في الظروف اللي فاتت نعم في الشكل ده وفي الظرف ده وفي الروح اللي جاية ودوافع اللي موجودة أول مطش رسمي الجمهور هيتفرج عليك فيه وهيحكم جمهور الأهلي هيحكم بتلعب بتلعب مع فرقة في تونس بره ملعبك رايح جاي إن شاء الله يعني الباور اللي موجود والدوافع اللي موجود عند اللعيبة دي دي تاكل أي حاجة ما عندهمش غير جماهيرهم في عينيهم وناديهم وتشيرتهم وبطولات جاية بإذن الله فهو ده الفكر الوحيد اللي موجود عند اللعيبة اللي أنا أظن من وجهة ناظر أنا شخصية إن ده اللي حيبق موجود يعني واللعيبة جاية على جهاز جديد الجهاز جديد مش حيرحم غير اللي بيدي فأنا حدي كل الطاقة اللي عندي إن كنت أنا عايز أبقى موجود وعايز أقدر ألعب وعايز أفضل بحافظ على جسمي وبحافظ على كل حاجة موجودة ده كمان في ناس هتقعد يعني سكواد الأهلي السندي في ناس كتير هتقعد ياريت هو يعرف يعمل الروتيشن بتاع كل 72 ساعة هو الأهم من كمان من هو يعمل الروتيشن إنه إزاي اللعيبة لما تبقى قعدة تبقى عارفة إنها تبقى شحرة بطارياتها طوال عمرنا يا أحمد بنلعب والروتيشن بيشتغل 40 دقيقة 60 دقيقة واللي موجود بره هو أساسي واللي موجود جوه أساسي ومش عارفين مين الأساسي من مين اللي بيلعب من مين اللي بيبتدي وفيه ستسفايد في الحكاية طول عمرنا أما بننجح كنا بننجح بهذا المفهوم يعني ده الشكل مين كان بيلعب معك في نفس نفس المركز بتاعك عبدالن شريف في مركز أنا كنت أنا مختار لا أول لما طلعت صغير وأنا صغير أنا طلعت على يعني كان المصطفى عبدو الخطيب زيزو ينهر بيض وجنبي زيزو جمال أب عظيم وجنب جمال أب عظيم أحيانا مختار واللي فوقي بقى في الناشئين كان بحطيتي والسمر وكان معي جمال أب حميد أنا أجمل مني بسنتين أنا أزغر شوية فكنا أنا وجمال ومجدي أبغاني اتخذنا في القايمة الأفريقية من غير ما نعرف وجمال ما كانش بيلعب مع الجهري في 21 سنة ما كانش بيلعبه وكان عاي ماشي بقى كده أخذوا بقى كابتن كس العلم فالكرة الكرة فيها حظوظ وفيها ظروف وفيها توقيت بيبقى وقتك بس لما بتبقى طلع صغير واللي قدامك يعني حاجة كبيرة بتبقى قعد بتسني سنانك مستني الفرصة لكن لما تبقى كبير ما كانش ده المفهوم زمان ما كانش ده المفهوم مستني سناني والفرصة وققى نفسي وكل حاجة بس أنا نفسي الراجل قدى ثقة فيه أنا هديكوتي مثلا والجهاز كابتن عزة طبروس وكابتن فؤاد شعبان وستركوا هديكوتي وكابتن فتح نصير وكان بيخد منتخب ناشئين على طول وكانت فيه رؤية ليا مشبعة ان ده يقدر يحصل بالنسبة لنا بالنسبة لنا ما كانش في قدنا حاجة احنا نبني ترابين في الناشئين لو فضل طلع في الناشئين في الناشئين ما بسوط ما عندكش مشكلة ما عندش مشكلة بس لما تلع فوق وانجح هي دي بقية المشكلة بسي تحافظ على نفسك في المكان ده اه وتفضل موجود بقى ولو قعدت ولو قعدت ازاي التواكب مصطفى عبدو والخطيب وطهري الشيخ ومحسن صالح وصفى يبقى عندك الشخصية اللي هما يرضوا عليك فيها وبتدو يسكوا فيك ويتعاملوا معاك في الملعب وانت تبتي تعمل ايه بقى تاكل النجيلة ده نمرة واحد مفيش حاجة سمعنا انا ونجي ليفت سولو بيرميتو اقف ناحية الشمال لأ ده مختار يهجم وانا دافع اروح اخد الكرة من كابتن فتح مبروك من رجلو من تحت وارجع مفيش ونجي يهجم علي هو ده الاداء البدني مش هولك المهاري يعني او الفردي او الفني ده ربنا بيدهولك البدني اللي بيخليك موجود في اول 45 دي في المباراة الناس كلها انت واخد العين عامل حالة تعويضية لكل حد كبار عنك في السن خمس ست سنين كل واحد واحد بيجي ما بدارش يرجع انت بتقدر ترجع لنك زغير عند 18 سنة او 18 سنة تقدر تعمل مليون حاجة بتعرف تشوت بتعرف تلعب بتعرف تسحب وتلعب عرضيات ده على مدار التسعين دي فكان المدارب يقول لي احنا عايزين من كل واحد فيكو مرة واحدة صح في التسعين دي كان يوم يعني انت متخيل خطيب لو ماشي مرة واحدة صح استفعاده لو ماشي مرة واحدة صح شريف لو ماشي مرة واحدة صح احنا دي يجي بنعد بقى طهر الشيخ كنت بقى طهر وعملهلهله ويروخده على السدر وسبعة واربعة وخمسة لان الرجل المفهوم بتاعه ككوتش زارع فيك النهو ازاي تكسب احنا اول عشر دقائق لو ما كسبتوش اه في مشكلة لكم انت اول عشر دقائق لازم تخلصوا النطش تحقيق تمانين في المئة مباراة احنا اول عشر دقائق سبرينتات تا 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 والسرعة نصف عبد ومحسين صالح يعملها له بالعرض تيك طاير مش عارف مين خطيب واحدة واثنين وتعتها تيك جن ومن اجمل الاهتاف ومن اجمل حاجات فكان فيه مفهوم متصدق وفيه ناس يعني بتجيب تستغل عليه عندك قائد واحد اسمو حسن حمدي يا ولد لكل انت بتصق فيه ايه هو عارف ان كنتك شكل ايه بدورك ازاي عندك اتنين حراس ثلاثة حراس مرمى كان ثابت وكرامي و جي وشوبير طبعا كل واحد كان ليه وقته وكان ليه جيله كان يعني عمله شكل انت متطام من ورا عندك الديفنز بتاع منتخب مصر احسن نص ملعب في الحياة بلاي ميكر صفد عب حليم او صفد ما كانش اساسي انت فهمتيني صفد عب حليم ما كانش اساسي جي بعد كده شط لعب وجي ماندعب غني لعب وجي لعبة كتير قوي من تحت خلق جدالة جي لعب وعلق ميهوب وعلق ميهوب جي بقى عمل التفرة بتاع طهر الشيخ وايه كل حسن شحاتها في الكرة يعني في حاجات كل ده انت بتحسش بيها ايامنا احنا غير دلوقتي احنا ايامنا ما كناش بندور على حاجة غير اسم النادي الاهلي اقسم لك بالله ان انا امشي في وسط النادي يا احمد اي النادي بتتسم في وشي امشي في الشارع انا كنت بروح من سكي في العجوزة بروح من جنب الكابت الخطيب كده يا اما ياخدنا كده بالصدفة يحدينا معاه يا اما بنتماشي انا ومجدي لغاية النادي الاهلي في العجوزة او احنا احنا جايين النادي الاهلي انا وانا ماشي بتقابل بقى عند راجب تعفول كده على شارع النيل ومش عارف ايه وبدون اسماء يعني وبنقابل الناس يا ناس تبتسيب لك وانت تبقى منتاشي وانت ماشي كناش مناخد غير كده مش هقولك ما فيش مقابل مادي مقابل مادي مش زي المقابل المادي اللي ان انت تبقى طمعان فيه يعني الاحترافي انا حاجة اسمها احتراف مش دافع يعني انا لما جالي احتراف والنادي الاهلي منعني من الاحتراف لصغر سني دام باير الميونيح عايزين ياخدوني وراح انت كنت تصايلك اوروبي يا كابتن شريف ربنا كان مديني شكل كورتك ربنا كان مديني حالة بدنية جيدة جدا اقدر العب في اي حتة في الملعب اقدر العب بمين ومش غريب علاني والقلمان انا ما عرفش عقد الاحتراف بس مش غريب علاني والقلمان هما اللي يحطوا عينهم عليك المان اليونانيين التراكوة بس كانت الوقت ده ما كانش يسمح لنا بالاحتراف ولما النادي ما خليش احترف انا ان انا ما عملته استورة المدينة خلاص هم اللي شايفين اي شايفين اننا ماينفعش هو الاسباع اللي انت قلتها كلها لو كان فيه باما احتراف ما افتوخ في الوقت ده ما كانش فيه ما كانش حد هيقعد شركة الاهل الجديدة جابت ان اعدل هيقعد معنا حجيلك لشركة الاهل حجيلك حجيلك لشركة الاهل حيلاقي فيه مشاكل كبيرة او لو جدت اقولك مثلا حالة تقييم كده يعني عنده مهم جدا جدا وبيصنع الفارق جوه مصر وبره مصر والمهاري لغاية يمكن قريب برضه كان الحقيقة اه فكرة انك انت تاخد كرة 90 دقيقة حطت الخصم في منطقته ومن كل ناحية من عمقه من الجنب دي مدرسة الاهلي في الكرة لو جيت بسطل الموسم اللي جاي عشان انا اقرأ معاك احنا كنا بدني كام على عشرة كنا فني كام على عشرة كنا تكتك كام على عشرة وقبل كده اه احنا الموسم اللي احنا فانشناه لي عرغم ان احنا كنا ابتديين بداية يعني وعدة لكن احنا كسبنا خمسة كل 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 التجاس عليه كل كل التجاس عليه بص حولك انا حاجة انا هفجأك هو احنا السنة اللي فاتت مجناش بروح للجل احنا اقوى هجوم واقوى تفاع شفت هديك انت قلتلي هو احنا السنة اللي فاتت التقصير جي فين او الشورت فين عدم استغلال او انهاء الهجمة هو ده بس منما لعبتك كلها بتعرف توصل على اليمين بتعرف تفصل على الشمال بتعرف تشوت بتعرف تجيب جول بس ما كانتش بتجيب جول التاني ما تحافظش على المكسب من التعب والإرهاق بقى المنافس معك جوه الجيم اللي قدامك ما يلعب من غير ضغوط من غير أي حاجة ما بتضرب معاه وما كنتش أنت هتخسر في الوقت ده ما كنتش أنت هيروح منك البطولة في الوقت ده وما لحيروح إمتى فأنت بتعرف توصل للجول وانت تعبان جدا انت بتعرف توصل بالجول وانت عامل ميكس بين الشباب وبين الناس المرهقين انت بتعرف تضيع تسعة تجوال في ماتش تعرف والتركيز ضيع فدي تطمنك جدا انك انت وانت في الحالة دي كنت الأقوى تهدفيا والأقوى دفاعيا انت لما قاعد كان ماتش رابعة يخش فينا كل ماتش جول نكسب اربعة واحد مثلا تلاتة واحد انت عادل واحد واحد فهمتني كانت تبقى مصيبة احنا الكلين شيت بتاعنا صحيح صفقات الاهلي بالنسبة لكابتن شريف عبد ملعب مرضيع بالنسبة لي انا البروفت في الملعب العين اللي بتيجي ما احنا جبنا مرة محمد محمود اتعور في اول اول ما جه التوفيق بالنسبة للمدير الفني عن طريق اللعبين دي واللعبين اللي موجود ده اهم مما في الموضوع وده حيجي التوفيق ازاي بالجهد واللعب والعرق في الملعب وننسى الاسماء يعني انا انا بلعب انسى اسمي انا اهم ايه نادية تشيرتي بتاعي ده اهم حاجة باش الدنيا كلها مقلوبة والدنيا كلها قاعد عشان انا ايه وانا تمام تمام بس انت بالنسبة لك احنا النهاردة عندنا فرصة مركاتو الاهلي قرر يجيب صفقة من راحنا مدرسة امريكا اللاتينية فجي برونو سافيو شوفنا مهاجم مميز جدا في الدولة المصري اسمه شديحسين والحقيقة الولد انا كنت سايفه من من الموسم ده اه من يعني ثلاثين بالزبط بالزبط يعني وجه ولد جاي بروح المدرك كما بيقوله يعني مشجع عبل ما يكون لعب في النادي الاهلي ومصطفى ميقمسي كل الناس انا مركزتش معاوي بس كل الناس بقول انه يعني مستقبل موهبة وعيدة جدا جدا في الكرة المصري هل دول بالنسبة يعني احنا بنتجواب نتكلم مع الجمهور هل دول بالنسبة الكابتن شريف كافين اول وكمل بس جزء تأمي السؤال والخامس الأجنبي المحترف سيبك من تحت السن دلوقتي اما كامع على المكان الخامس اللي فاضي هل من وجهة نظر كابتن شريف هو التوقيت المناسب قبل بداية الموسم ولا ينتظر الاهلي لانتقالات يناير هل انت فاكر ان هما دول اللي حيشلوك دول هيدعموني هيدعموك ازاي اه تدعمات لا انت فرقتك مبتوبة كويسة اي كله بيبقى كويس شادي بيطلع شغله ميسي بيطلع شغله انما انت قاعد في مستشفى هو معكش لعيبة عايز ميسي يشيلو الواحد جاي يشيلو الواحده مش هيقدر شادي جاي يترجم لوحده مش هيقدر ما بقاش بقى في فكرة لوحده دي كابتن شريف بقيت فيه عندك فرقة انت عندك واحد زي علي المعلوم هدف الفرقة حلقة الاربعة الاخيرة في السادسة وانا بفتح الانترو بتاع الحلقة كده قلت عشان الجمهور تلات فرق للنادي الاهل تلاتة سكواد كل واحد منهم ممكن تحط في بطولة ينافس فيها فيها قصة مش قصة قليل ولا كتير انا القصة بنسبالي اداء اللعيبة دي في الملعب جيد يبقى كله هينغمس تمام يعني كله هيترجم الجودة بتراهن على الجامعية الاداء ايوه التيمورك انا النهاردة بلع في فرقة جامدة اذا انا جامد معهم فين الكرة بتاعتي ده انا كنت مع فرقة اتقلب كتير وكنت بابان وكنت لاجيب جوان طب انت في التكوين ده خش طيب اسمع منك الاجابة على الجزء التاني من السؤال الصفقة نعملها بالوقت يولا نستنى في ينار بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمينة الكبير طبعا كابتن شريف عبد المنعم نقول مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا وسهلا من نجمينة النهاردة كابتن شريف عبد المنعم وكنت قبل الفاصل واقف معه مع الصفقة او المحترف الاجنبي الخامس قال الاهلي في حاجة انه يبدأ الموسم وهو بيحسم الصفقة دي ولا من الافضل انه يستنى طبعا عشان ظروف السوق مش عشان حاجة تانية دلوقتي اغلب الدوريات او اغلب المسابقات بدأت الآن دية زبطت السكوات بتاعها ففكرة انه تحط عينك على حاجة مش موجودة مش في مصر في افريقيا والجبهة مش هتبقى بالمهمة السهلة موسم الميركات او انتقالات شتوية ممكن تبقى فرصة افضل عشان تعرف تتفاوض وعشان النادي لما يفرط يقدر يجيب لعيب بديل للعيب اللي يستغن عنه وده السؤال اللي كنت بسأله لكابتن شريف قبل الفاصل رأيك ايه رأي ايجابي طبعا زي زي اي جمهور امساني انا انا كجمهور عايز الدعم اكبر دعم احسن لعيبة كل حاجة بالنسبة لي في الفترة دي خصوصا يعني ما اجلش حاجة لبكرة لو فيه امكانية ان انا جيب احسن واحد اللي هو ناقص من بره من جوه من اي حتة لا من جوه دي سهلة يعني من جوه دي سهلة انا اخد رأيك في كذا اسمك من المقاول اسمع على العالم اسمع لكن انا الكلام على من بر طيب رأيك في فكرة انه افريقي افريقي في اوروبا لاتيني برازيلي كولومبي حاجة يعني شايف المدرسة ايه الاهلي محتاجها حسب السي في والعمر انا بالنسبة لي العمر بيفرق كتير والسي في بتاعته ولعب كم ماتش مع الفرق هو اميزة ميزة ميستر كولر انه مش بياخد من موضوع الفيديوهات دي يعني لا انا السي في بتاعه يعني بيبقى عنده ارقامه من الفرق اللي لعب فيها ويه نوع وعيد الدوري اللي هو كبلعب فيه فيها دوريات كتير اوى احنا اقوى منها اي اللعيب المصري ده لعيب من السهل كدفندر لا والاهلي كمان كتيم يعني بلعب على بطولات يعني تقدر تحطه في بطولة زي تشامبينز ليج زي البريمير ليج زي البونز ليج زي ممكن اما ينفس على اللقب لكن هينفس مع معظم العندايا اللي موجود هيبقى من السهل ثالث رابع في ظل الامكانيات اللي موجودة اه انا اقول لك لانه عنده النهاء اوى انت كسبت بالمراس اوى ازاي يكسب بالمراس وازاي يكسب المكسيك المكسيكي وازاي يقدر يبقى موجود في الملعب بامكانيات كوية واحنا رحنا نقصين احنا لعبنا 14 واحد اناك اي اي ومع الهلال السعودي برضو الحقيقة هلال فرقة محترمة جدا وكبادجت يعني مكلفين وصرفين وده كانوا بيقولوا احنا نقابل تشيل سبين ومنقابلش الهلال السعودي اي الامكانيات الهلال السعودي ساعتها ونوقف على الرجلية وكمان ولكل نوعية اللاعب المصري واللاعب تشير تندلقالي بيبقى له متطلبات خاصة جدا فبتبقى موجودة في هذه اللحظة فاللاعب اللي انت عايزه ييجي المواصفات بتاتندلقالي يبقى هو مواكب لكن لكن مفيش مفيش مدرسة معانية بتفضلها او بتميل لها لا لا انا جربنا في اللاتينية مثلا كنا عايزين هنجيب لعب لاتيني انت اللاعب اللي جاي يبقى عالف طب المركز يعني لو هتجيب الصفقة الخامسة دي محترف اجنبي تفضل يكون مركز وايه في الملعب الاهلي اكتر محتاج للخبرة دي او للحتة دي كواليتي دي فين في الملعب حد يتعامل مع علي معلول حد يتعامل مع علي معلول يعني وينج شمال وينج شمال قدام علي معلول ها 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 يكامل ويرجع والصغرة الحتة دي يبقى هلبنج للصغرات اللي احنا بنعملها في المنطقة دي انا بنسبالي تماما الناس يتفكر تقول باك رايت لا انا عندي هاني و 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 أفشا لما بتوجد قدامه مواتير وتتحرك منتخب مصر مثلا ايه الجودة اللي حصلت لايب اتحركت فيش اكتر من كان حتى محمد صلاح اتحرك حرر نفسه من الناحية لمن مع امكانيات الفرقة اللي احنا بنلعبها وكل حاجة وانما حصل مفهوم ازاي انا روح اجيب جول اعمل اختراكات وتمريرات طولية ما كانش وانا كنا بنشوف يا احمد الحاجات كابتن شيف احنا لو جبنا اي 11 من الدوري نسلوا لعبون ناجر يعني ما اقول لحاجة اعمل هم هم نفس اللعبة دي اللي بتلعب قدام الأقوية قوي هو نفس الأداء هو قدام السودان هم نفس الأداء نفس الشكل بس المرة دي عطل نحرارة حصل انا عايز عندي دافع ان انا قدي بروح وبشوت وبعمل اساليب الشكل اللعبة اللي هي التصوبات والاختراكات انتراضي عن فيتوريا يعني انا ميش دعو فيتوريا دي خالد اه احنا فيتوريا بالنسبة للمنتخبات نتائج اوكي يعني بطولات فيتوريا بيعرف ما بيعرفش نتائج خلاص احنا وصلنا في جميع اللعب اللعبات اللي موجودة نتائج اللي يتحدد مصير المدير الفاني ممكن عندك مدير الفاني نهاية والسكواد اللي عندك مش مدير والاحلام اللي هو نفسه فيها او الطريقة اللي بيبص يلعب بيها او 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 عايز وقت بقال ما الفكر بتاعه ويمشي مع الناس الموجودة هي دي الحتة اللي أنا بقولك متطمن عليها في النادي الاهل الرجل قدر يختار بسرعة شخصيات اللعيبة ويحببهم فيهم انا حاسس اللعيبة مبسوطة يقرب منهم قدر يقرب منهم فاللي انت عايز يجي ده قدر يواكب شخصياتك في كل حاجة بره لأجانب في حد في مصر يبص على الدوري كده السنة اللي فاتت هل في لعيب لفت نظر كابتن شريف هل في صفقة تتمنى انها تنضم النادي الاهلي هو أنا عبد في الفاصل اللي قدت عايزه ميشي ميشي مين كان في نات الزمالي بكو ميشي بنشارق بنشارق هو ده بس اللي يعني اللي كتعينك علي مش عيني يعني هو ده اللي أنا أحيب تفرج عليه لعيب بيلعب كوراك كويسة جدا وكان ليه وضعه ليه تحركاته ليه ووضح انه كان عايز يسافر بقى شوية احمد حمدي شايف انه لما يدخل في المعادلة ابننا طبعا تربي في نادي الاهلي لعيب مستوى كويس جدا عمل مشوار كويس في كندا هو بيلعب في الدور الامريكي بس فريق تورونتو الكندي دخل مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة أيام إيهاب جلال هل شايف انه اسمه ممكن هو مطروح ممكن يمثل إضافة اي العيبة عندك قبل كده كان جاي جدا احمد كان كويس قوي ووقتها مكانش كاتر فرقة كل عيوم تروح تجيب بطولة وترجع فمش عرف يخد مكانة حتى نصر نصر مهر بقى فيه دخول وخروب وعراض يعني حاولك كامل عيب كمان وراه بس هو يقدر يعملك فجأة تلاقيه في 18 يدرب أي خط بيجري فيه فمش بتاعتي طبعا أنا مشاهد أنا أقول آه وي ناط دابني وعنده مميزات معينة يمكن أنت محتاج هليمين دول جاي الوقت بتاعه فممكن يكون موجود لو أنت محتاج وترجع طبعا لشكل العيبة الموجودة دلوقتي والجهد الفني يعمل كيف بالنسبة الحمدي في على بين جمهور نادي الاهلي انقسام شديد جدا على اسم رمضان صبحي الناس بتقول لك مش مسموح ومش مقبول بقى شكل أشكال أنه يرجع ونس بعيدا عن موقف النادي أو وجهة نظر النادي الرسمية أنا بالنسبة لي رمضان العيب جاد جدا وكان ناجح عندنا احنا هو من جهش في حتة تاني بلدرجة انه مش موجود في منتخب دلوقتي لكن فكرة عودته بالنسبة لك تبقى معه ولا ضد أنا عايزه بس في حاجات في النادي ممكن تقولك لا ده لعيب في وقت حاجات خارجة كمان في وعود في أي حاجة في بلاينج جيمز يعني خلت فيش وضوح يعني ممكن مجلس إقدارة عندنا طبعا أنا فهم الحاجات دي في الاهلي دستور الاهلي لا يقبل حاجات مش هو بس ممكن حاجة كتير قوي ناس كتير جدا راحت مش ترجع تاني لان حصل فاول حاجة الاهلي ما بيخسرش حصل فاول فاول ده نجمع الاهلي نفر افر اجين فا مش هعمله تاني مش هاخد بالي الدنيا ما قفتش على طبعا كل المفاهيم دي تتقال رجوعه بقى مش رجوعه دخوله دي نتمنى ابننا يبقى احسن واحد في الدنيا إنما فيه بروتوكول معين بيتنفز طيب اروح لشركة الاهلي الكورت القدم ودي واحدة بالحاجات اللي الجمهور النادي الاهلي يعني كان مستنيها بشكل كبير نقل لنوعية لفكرة النشاط نفسه لفكرة التعامل مع ملف كورت القدم نهاردة تم الاعلان إنه سيد عدلي القياه هتولى رئاسة الشركة وعدلي القياه الحقيقة يعني طبعا أنا أعرف إنه الرجل ده واحد من مقاتلين ومن جنود النادي الاهلي اللي نجح لكن لكن عدلي القياه بالنسبة لجمهور الكرة قصة تانية يعني تقول لي مجلة النادي الاهلي عدلي القياه بصمة ريد مارك أقولك تمام عندنا عم عبدالبقال وكابتن عدل طبعا لاتنين دول فعشان كده جمهور الاهلي شحن بطريات على طول وينر أيو صحيح الله يرحمك سادات عمرك ما عملت القرار خاطئ عملت يعني عدلي كده إنما على طول كراراته كلها سليمة كراراته كلها سليمة كراراته كلها سليمة رؤيته كويسة العصر الزعبي للأهلي كله هو من الناس اللي كان حاطت إيده وشاهد على العصر ده كله أنا بالنسبة لي عدل القيعة أنا من أحد أول واحد كتب علي قبل ما اطلع تفرج علي كده شوية في الناشئين والعجال فقال ده لعب ممكن يعني قبل يعني يطلع للدرجة الأولى أول واحد كتب علي هو ابن جوهين أحمد علام فكابتن عدلي ده خبرة بص يعرف يقايم العيب كويساوي يعرف يبص كده من منظور الأهلي هي مبروك علينا عدل القيعة ومبروك لي ومبروك على الفكر والزكاء إن في الوقت ده اختير عدل القيعة في هذا المجال وكالعادة دائما نستمتع بيك ومنشبعش منك كابتن شريف ويجري معنا معك هوا أنا بفكر أتبط معكم بقى على طول هتنور الدنيا نورت الدنيا كابتن شريف نشكرك شكرا كابتن شريف ومشاركة توجودك معنا وعلى كل خير نتقابل دايما على شاشة الأهلي في السادسة تحياتي لكل الأهلوية لتبعونا النهاردة ترجمة نانسي قنقر